اشتركوا في القناة هنحتاجه معجون الاسنان وهنحتاج السجارة او سجارتين هنحتاج منها التبغ بتاعها عفان الله وعفاكم ربنا يبعدنا من السجار تمام هنحتاج التبغ بتاعها وهنحتاج زجاجتين صغيرين زي اللي احنا شايفينهم قدامنا دول كل واحدة فيهم هنعبيها نصها مية تمام هنفضل التبغ بتاعنا ما تنسوش انتو بتشاهدونا تدعموني اللايك الجميل بتاعكم واللي مش مشترك يعمل اشتراك ويعمل مشاركة للفيديو عشان يوصل لغيرك وغيرك يستفيد تمام هنفضل التبغ بتاعنا بالشكل اللي احنا شايفينه ده سجارة واحدة او اتنين يكفو وهنفضل في الزجاجة من اللي قدامنا دول واحدة هنفضل فيها التبغ والزجاجة التانية هنفضل فيها كمية كده قليلة من معيون الاسنان هنفضل التبغ بتاعنا الاول في الزجاجة اللي قدامنا دي بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده ما تنسوش انتو بتشاهدونا تكتبونا في التعليقات بتتابعونا منين هنرج الزجاجة كده بالشكل ده هنرجها كويس عشان تتفاعل اللي يتفاعل التبغ مع المية نمزيجهم مع بعض كده هنرجها كويس طبعا كلكم عايزين تعرفوا احنا هنعمل خلطة لايه طبعا هو العنوان واضح ولا طبعا الجواب واضح من عنوانه تمام بس طبعا عايزين تعرفوا هي ايه الخلطة دي هتفيد بايه او ليه التبغ وليه معجون الاسنان هقولكم على حاجة اول حاجة التبغ التبغ ده لما بمزيجه في المية واخلطه كده بالمية واجي ارشه اه على اماكن الفئران في اماكن بتبغ معينة في الشقة او في الجحور بيبغ فيها فيران اول حاجة التبغ ده بيسبب صعوبة للتنفس اه وسعال وافرازات وتأثير على الجهاز العصبي والجهاز الهضمي وبيعمل جفاف وخمول وتشنجات وارتباك كل ده يؤدي الى ايه يؤدي الى موت الفئران تمام ده بالنسبة ايه ده بالنسبة للتبغ طيب بالنسبة للمعجون الاسنان اه ليه انا بضيفه معجون الاسنان اه من اللي هو الرائحة بتاعته منفرة بتخلي الفئران تنفر تمام لان الفئران بتتمتع طبعا بحاسة شم قوية و رائحة النعناع اللي موجودة في المعجون الاسنان من الروائح المنفرة للفئران تمام بتساعد على طرد الفئران ومنعها والرجوع للمنزل مرة اخرى يعني بتخليوه ما يرجعش خالص بتعمل ازعاج للجهاز الهضمي تمام وابتلاعه ابتلاع معجون الاسنان ده للفرب بيأثر على الجهاز الهضمي تمام انا ممكن استخدم ممكن معجون الاسنان ده نستخدمه برضو كسداد يعني زد به الاماكن والممرات اللي هو بيدخل منها الفيران للمنزل تمام احنا دلوقتي هنعمل ايبا احنا دلوقتي بنعمل بنصفي التبغ من المية احنا محتاجين المية تمام بنصفيها جبنا طبعا منديل كده واي علبة ثاني وهنصفي التبغ بتاعنا عشان عايزين المية تمام يبقى معجون الاسنان ده برضو ممكن ايه في جحور كده او في اماكن انا ممكن بمعجون الاسنان ده اسد منه الممرات اللي هو بيستخدمها الفيران للدخول والخروج بحيث اقضي عليه خالص في بديل لمعجون الاسنان اه في بديل لمعجون الاسنان في ايه في زيت النعناع وفي الفلفل الاسود وفي اللي هو زيت زيت التوم تمام كلها دي اه بدايل انا ممكن استخدمها اه بديل لمعجون الاسنان يبقى معجون الاسنان مع اه التبغ دولة ليهم تأثير اه على الفيران تأثيرات قوية جدا 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 بتؤدي للموت تمام للفران وطردها والرائحة يعني خلطة جميلة جدا جدا استخدموها وعملوها بس طبعا يعني عايزكم لما ترشوا يعني ما ترشش مثلا في المطبخ على أدوات الطهي والطعام والأكل لا يعني في الجحور في الأماكن بعيدة من أدوات اللي هو الأكل والطبخ والكلام ده فاهمني يعني في الجحور في الأماكن اللي هي ورا مثلا الأماكن اللي بتبقى فيها الفران فاهمني ورا المطبخ ورا الانيش دايما بيبقوا من ايه في الأماكن اللي هي ايه متحورة كده تمام والخلطة دي ما تعملها برضو تخليها يعني بعيدة من متناول الأطفال ما تبقاش كده جنب الأطفال لا انت تعملها كده وتشيلها كده في مكان معين كده تبقى انت عارفوا عشان برضو الأطفال ما يقربوش جنبها لما التبغ كلنا عارفين ان التبغ سام يعني التبغ سام من المواد اللي هي السامة بس الخلطة جميلة جدا تمام لو عايزين اي خلطة معينة او اي وصفة او اي شيء ممكن تكتبو لي في التعليقات وانا ان شاء الله يعني هنفذ لكم اللي انتوا عايزينه لاني انا يهميني ان انتوا تشاهدوا وتستمتعوا بالفيديو اه اه احلى مشاهدة تمام احنا دلوقتي هنصف هنصف الخلطة بتاعتنا في الزجاجة دي تمام ورجيتها كويس طبعا انا خلطت المادتين اللي هي المعجون مع التبخ طبعا انا هغير برضو من الزجاجة دي لأما للأسف الرش بتاعها مش شغال مش هتشتغل معايا انا هرجها وهغيرها تاني في زجاجة تاني غيرها بالشكل اللي احنا شايفينه ما تنسوش تدعموني باللايك جميل بتاعكم واكتبولي في التعليقات بتتابعونا منين وعملوا شركة للفيديو عشان يوصل لغيرك لاني انا انا بنزل بالدعم بتاعكم يعني بصراحة كل ما بلاقي تفاعل على الفيديو انا بتشجع ان انا استمر في تنزيل المحتوى ومش بيأس تمام في الاماكن اللي زي كده اللي هي ممكن تستخب فيها الفيران كده برش بالطريقة دي تمام هو مش هيجي اصلا هترش مش هيجي لقيته قدامك ادي له رشة كده هتخلص عليه وكده يكون وصلنا معاكم لنهاية الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة